موسيقى 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 ولا موسيقى 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 بس دول بيمثلوا الدولة فالحصانة معهم طيب اللي ما بيمثلوش الدولة وبيمثلو المصلحة العامة للدولة مش محتاجين حصانة ما بتأكيد هم أولى بالحصانة لكن هنظل في معركة شريسة احنا حرصنا في الدستور ان احنا نضع الاستقلال عنوان لنا عنوان للمحاماة كلها سواء كانت في قطاع العام او كانت في الاندرات القانونية او لدى اصحاب المكاتب الاستقلال ده بوابة واسعة بوابة واسعة تحتاج ان كل يوم نضيف جديد فيها احنا لو حطنا كل حاجة احنا عايزينها في مشروع قانون مش هيمشي مش هيعدي يعني جرت محاولات كثيرة احنا حسبناها نسألت عايزين قانون يعمل لنا هيئة مستقلة تتمتع بالحصانة زي النيابة الادارية وزي اتضايا وزي القضاء اترفض احنا عايزين مش عارف مميزات فين ومميزات فين ومميزات فين اترفض احنا حرصنا ان احنا نضع مشروع متوضع في مناطقه علشان يقبل علشان ندخل احنا عايزين الاول ندخل بوابة التعديل ولو بالتدريك انا بقول لحضراتكم وابا اعترف ان القانون الحالي مش القانون الامس المشروع الحالي مش القانون الامس ولا هو اسم امانينا ولا هو اللي بيحقق امال المحامين الادارة القانونية تحققها كاملا لكن هو الممكن الان في ظل هذا المناخ الصعب المتداخل العسير اللي مش هيقبل مزحمة او يقبل اكثر من الجرعات اللي احنا حرصنا ان احنا نضعها في هذا المشروع احنا في المشروع وابنا بتكلم فيه مقترح شامنا موافع عليه بس خلوا بالكم من حاجة مهمة وانترازوا تدرسوها انا مش عايز محامين الشبان في الادارات القانونية يشعروا ان في حجب زي ما من القضاء النهاردة فيه حالة من حالات الفوران داخلها هو النهاردة ممكن ينزله في القضاء من سبعين لخمسة وستين شكل عام لكن انا مع المساواة مع المساواة في السن القانونية اذا كان القاضي يصل لسن السبعين في العمل او يصل لسن الخمسة وستين في العمل المحامي في الادارات القانونية يجب ان يكون متساويا معها زي ما وبالتالي احنا احنا المشروع مضى عليه حوالي وقع عليه من اعضاء مجلس النواب حالي 20% من النواب يعني نسبة كبيرة جدا بتؤيد و احنا عندنا امل كبير ان لجنة تشريعية تسرع في الخطوات بقدر الامكان وايضا ان حضراتك كنت شاركه كمحامي الادارات القانونية في الحوار و انا كنت دايما اتكلم معاهم في مجلس النواب انه اهم حاجة في هذا المشروع او جزء من انجازه انك تسمع محمي الادارات القانونية لانه هما لما بيسمعوا اصحاب المصلحة بشكل مباشر بيبقى تأثير اعلى وتأثير اقوى انا عندي في القانون ده بتكلم عنه ثلاث مناطق انا شخصيا اتكلمكم عنه ثلاث مناطق احنا ده انا حرصنا عن انهم بموجودين غير غير بقى النصوص اللي تكلموا فيها في الاستاذ علي والاستاذ الشام اللجنة العليا للادارات القانونية احنا بتكلم على اللجنة العليا للادارات القانونية دي فيها فيها كل حاجة هي اللي بتجيز الفصل وبتجيز النقل وبتجيز كل حاجة وبتضع السياسة العامة للادارات وبتضع وتضع 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 القواعد والضوابط وكيفية المساءلة وغيره حرصنا أنه ودي كانت محل معركة في لجنة الإصلاح التشريعي أنه أنا كنت حريص أنه أضع عدد أزياد المحامين في الإدارة القانونية في اللجنة الأولية للإدارة القانونية كانوا مشنين وصلنا إلى رقم أنا أعتقد أن إحنا كسبنا منه إذا إذا مش إحنا حطين ثمان محامين في اللجنة الأولية للإدارة القانونية وتمانية جايين بصفاتهم بما فيهم وزير العدل فبقاهم كام بقوا 16 وزير العدل عادة لا يجلس مجلسه في الرئاسة فهيبقى سرع وهيبقى المحامين تمانية أو على الأقل حتى لحظر وزير العدل وبقى فيه تمانية أو فيه نص المجلس بيتكلم في تلجاه الحماية أعتقد أنه هم ممكن يكسبه كثير خصوصا أنه من ضمن الثمانية الأخرين وزير العدل رئيسا مساعد وزير العدل شؤون الإدارة القانونية أحد نواب رئيس محكمة النقل أحد نواب رئيس مجلس الدولة أحد وكلاء هيئة عضايا الدولة أثنين من مجلس إدارة الهيئات يختارهم رئيس مجلس الوزراء أحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممثل عن الوزراء يندبه رئيس مجلس الوزراء الوزراء ممثل عن الوزارة عن وزارة المالية دول اللي جئين بصفاتهم ما أعتقدش أنه فيهم حد حريص غير اثنين ثلاثة ممكن أن نغاصوا علينا طبعا بينين في الوزارة فده معناه أننا بنحاول بقدر الإمكان أننا نعدي بقضية الاستقلال ده ضمانة في الاستقلال حقيقة هو مش كلام الاستقلال مش عنوان مش خطبة مش كلمة إنما ممارسة لما تبقى الأغلبية أغلبية محامين هتبقى فاهمة كويس أنه اللي حظة إزاي خطأ ولا لا يستوجب النقل ولا لا يستوجب الفصل ولا لا ده مهنيا صحيح ده مهنيا مش صحيح ده كلام أعتقد أنه التشكيل اللي وضعت ترتيبة رائعة لصالح محامين الإدارة القانونية المادة 11 في المشروع اتكلمنا فيه عن الوزارة الفانية أنتوا طبعا كقطاع بطرول متجاوزين مسألة إحنا نقلنا هذا التجاوز بتاعكم وحاولنا نعممه في القطاع القانوني فحاولنا فيه وظيفة مساعد الرئيس اللي هي ليه مش نائب لرئيسها ليه مساعد لا لا هي أخيها ده خطأ أكيد مضبعية هي نائب لرئيس الجهة هي نائب لرئيس لا مجرد مساعد قبل النائب مساعد قبل النائب مساعد أعلى ولا ألف مساعد أعلى طيب خلينا نعلى طب ما نعمل نائب ومساعد نعمل نائب ونعمل نائب ونعمل مساعد إيه المانع في هذا الأمر فيا ريك نحط دي نضيفه للملاحظات للسن علشان يبقى رفعنا شوية الشباب في إنهم ياخدوا الأماكن لهم مخصوص إنما أخش في السبعين هتطلع عين هتطلع عين الشباب معكم النقطة الثالثة اللي أنا أيضا حاب أكلم حضراتكم فيها برضو أنتو يمكن من الجهات اللي ما بتعنيش فيها اللي هي بدل بدل التفرق وبدل الانتقال لكن احنا حرصنا نحن نضع حد معقول هو بالنسبة لكثير من الجهات مهم جدا مية في المية من الأجر الأساسي اللي هو المتغير أو الأجر الوظيفي أي مكان المسمى بالإضافة إلى خمسين في المية برضو من ذات الأجر بالإضافة إلى أي مزايا تمنح للعاملين بذات الجهات اللي موجودة يتمتع بيها على قدم المصر هي دي المناطق اللي أنا كنت حريص إن أنا أقول لكم إحنا سبتناها ليه سبتناها لأن هذه الأساس أي كلام تاني مضاف من تقديم أو تأخير أعتقد أنه أقل أهمية لدى محامين الإدارات القانونية من النصوص الثلاثة أو البنود الثلاثة الجوهرية ولو كان الأمر يعني حتى لو تزناءنا وإحنا نجد ثلاث نصوص بس هنحط ثلاث نصوص دول لأنه أنا مش محتاج حاجة تانية يعني أنا مش محتاج أي كلام تاني أو إضافات تانية في المرحلة دي على الأقل لكن بإذن الله دي بداية مشوار بداية مشوار نتمنى أنه لجنة الشرعية تنجزه نتمنى أنه يخرص في هذه الدورة لكن إحنا معدناش ضمانة إحنا عندنا يعني وعد بالجهد المبزول في الضغط في للوصول إلى انتهاء منه لأنه ده يشرفنا حدوث هذا الإنجاز وصدوره لأنه زي ما احنا ساعدنا بخروج قانون المحامة بتعديلاته الجديدة أيضا نريد أن نسعد بخروج قانون الإدارات القانونية لنا علشان نضيف للسجل التشريعي لنقابة المحامين سجلا أهم طبعا أنتو يعني ما بيغيبش عنكم أنه ما حدث من إنجاز في القانون العام للمحامة هو إضافة لكم أيضا لأنه بكل محتوى حتى حتى تفاصيله حتى تفاصيله أنتم فيها بمعنى أنه ما فيش محامي منكم ما بيطارطش يبقى في النيابة أو في الشرطة بسبب عمله بسبب وجوده هو بيتمتع بالحماية والحصانة أثناء هذا الأمر كما يتمتع بها محامين القطاع الخاص أيضا المعاش اللي احنا انتهينا منه في الجمعية العمومية ورفعه للحد الأقصى أعتقد أنه حد مناسب جدا إن شاء الله قبل الزيادة إن شاء الله قبل الزيادة الدورية كما قررت الجمعية العمومية أيضا احتفاظ الأسرة بكامل المعاش المستحق اللي مصروف حتى مع خروج أي مستحقين منها لآخر مستحق فيها ده إنجاز كبير بصالح أسرة المحامين ما زلنا نتحدث أيضا عن مهم كثيرة لنقابة المحامين إحنا بنخلص مبنى النقابة النهاردة نتمنى أنه يخلص خلال الشهور القادمة نتمنى أنه ننهي كل ما لدينا من مشروعات تعقرية إحنا قريبا هنفتتح أو هنضح أسف حجر أساس نادي رياضي واجتماعي في التجمع الخامس على خمس فددين هيكون على أعلى مستوى وهيبقى في التجمع الخامس في المنطقة بين اليسمين وإيه شرق اللوتس شرق اللوتس شرق إيه شرق اللوتس منطقة النواة آه منطقة النواة أيضا إحنا بإذن الله قريبا هنضع حجر أساس أكاديمية المحامة وأكاديمية المحامة إنجاز أيضا تشريعي وإنجاز مهني ورفيع لأنه ده في النهاية هيساهم في رفع أو سوف يضع المحامة أو يضع المحامة في مكانتها الطبيعية في المجتمع ويضع المحامين على مستوى يليق بهم كما في أصحاب رسالة وأصبح أصحاب قيمة قانونية وأصحاب دور رفيع المستوى في خدمة الوطن وفي خدمة المجتمع أنا لا أريد أن أطل على حضراتكم لكن أنا مع الاقتراح بدورية اللقاء معكم أنا أحس بطاقة إيجابية متجوبة بيني وبينكم إن شاء الله نلتقي في كل مكان ويارك تبقى اللقاءات أنا مستعد أن أنتقل عندكم لو عندكم أماكن تستعب لهذه اللقاء أنا أحس بطاقة إيجابية لتحياتي لحضراتكم وشوفكم وعلى حضوره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة